خبز بالدراء والخميرة الطبيعية بدون غلوتن خميرة طبيعية بدون غلوتن هو الفيديو اليوم سواء ما كنتوش تتاكلو الغلوتن او لايلا كنتو تتاكلو ويتكون فعلا تجربو هاد الخبز لانه تيجي مميز في المضاق والديد بزاف تقاو معي حتى الاخير بشوفوا المقادير وكذلك طريقة تحضير مرحبا بكم معي كاملين على مطبخ زيت والاخضر معكم هند المقادير غدين توجدوهم دائما بصندوق الوصف باسفل الفيديو كما ممكن ديروا سكرينشوت الصورة اللي تتباليكم على الفيديو اللي فيها جميع المقادير هنا كنبغي نوريكم المقادير بالضبط اللي حتى في الإناءات من غير يعني تكون مكتوبة كين هنا يا ثميدة الدرة وانا كنستعمل هنا البولينتا سوف ندير كذلك دقيق الكنوة 80 جرام 300 جرام ديال بولينتا كذلك 80 جرام ديال دقيق الجوز الهند او للكوكونوت فلاور وكذلك ربعة ديال معالق ديال دقيق الدورة كورن فلاور ومعلقة صغيرة ديال العسل الملح حسب الضوك ربعة ديال زيت الزيتون بدور قطونة الخميرة الطبيعية بدون غلوتين تكون فعالة من قبل يعني تكونوا مغدينها من قبل والماء بالطبع باش غادي نجمعو العجينة ديال الخبز اللي غادي نصبوه بالدورة غادي نبدو في تحضير الخبز غادي ناخدو ايناء غادي ناخدو ايناء وغادي نخلطو فيه جميع المكونات الجافة يعني جميع الدقيقات اللي انا اعطيتكم بالنسبة للدقيقات مع الدورة يعني تقريبا نصف كيميا ديال الدورة معها نصف كيميا اخرى ديال الدقيقات إلا كنتوا كتاكلوا الغلوتين فممكن تعاوضوه فقط بدقيق أبيض عادي إلا ما كنتوا كتاكلوا الغلوتين وبغيتوا تعاوضوها الدقيقات اللي انا اعطيتكم بدقيقات ما فيهاش الغلوتين اما دقيق الحنطة السوداء او لا هذا الدقيق المصنع اللي بحل يوريتكم فاش سوبت الباندومي اللي درت سحتهو بدون غلوتين راه درتو بدقيق مصنع اللي تيتباع جاهز اللي فيه بزاف ديال الدقيقات ممكن تعاوضوه غير هو بحدو مع هاد نصف الاخر الكيميات تكون بساميدة الدورة من بعد ما تنخلطوا المكونات الجافة مع بعضياتها البولينتا والكنوة ودقيق الدورة وكذلك دقيق جوز الهند غادي نخلطوا المكونات السائلة اللي هي الخميرة الطبيعية زيت الزيتون والعسل وكذلك البذور القطونة اللي غنخلطهم على الماء وغنضيفهم على هاد الخليط او لهاد المكونات السائلة مع بعضياتها بالنسبة البذور القطونة يمكن تعاوضوها بالفلاكسيتس لزريع الكتان اللي تتحنوها تاخدو ربعات المعالقة زريع الكتان وضيفو عليها الماء وتخلطوها راح تتعاوض لكم البذور القطونة وتهياء تجمع لكم الخبز بدون غلوتن اما الفلاكسيتس اما شيا سيتس او البيض البيض دائما كانت تفاداه لانه يجب فيه المضاق من الاحسن الى كانوا هاد المكونات فدر عندكم مزيان يعني يكونوا هما من الاحسن تجمعوا بهم الخبز ديالكم بدون غلوتن لانه يجمع العجين ديال الخبز الدوره سوف نخلط الدقيقات بالمكونات السائلة اللي خلطت مع بعضياتها و سوف يبقى لي الماء اللي نضيفه تدريجيا وانا تجمع في العجين ديالي ديال الخبز الدوره بالنسبة للقوام اللي خاصة نحصل عليه في الاخير ديال الخبز الدوره خاصة يكون رطب يعني ما يكونش ما تكونش عجينة قاسحة ما تكونش العجينة قاسحة خاصة الدوره نعطيوه الماء ونعطيوها ليه تدريجيا ما نعطيوش الماء من المرة الاولى غادي نتشوفوا النتجة ديال العجين اللي غادي نحصل عليها في الاخير انا حاول تنبيينها لكم زيان في الفيديو فخاصة تكون بحلكك يعني تكون رطبة على اساس انكم تكونوا تتصوبوا دوك الكويراس ديال الخبز يكونوا يعني سهلين باش تصوبوهم صعيبة عليكم باش تصوبوهم فهذاك القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه الماء انا عطيتكم القياس ديال الكاس ونصف فممكن تديروا اكتر على حسب انتم ما تحصلوا على هذاك القوام اللي بغيتنوك شوفوا معي بحلها كي يجي القوام ديال الخبز في الاخير يعني يكون سهل سهل بزاف عرفتوا بحل القوام ديال الحرشة مثلا مني تنعطيوها الماء وتنبغيون تصوبوها تقريبا بحلكة فنعطيوهم الماء بزاف الخبز ديال الدورة باش تقدرو تصوبو الخبز ديال كوم يجوكم زيانين غادي نشكلو الخبز ديالنا بدقيق اول بسميدة البولينتا عفوا اول سميدة الدورة ومن بعد غادي نحط كما لاحطو هنا ما خمرتش العجين ديالي فانا عادة كنخمرو قبل ما نعود نشكلو هنايا شكلت الخبزات ديالي مباشرة ومن بعد غادي نخليهم يخمرو واحد ساعتين حتى ثلاثة تسويع عادة غادي نطيبهم على اساس انني مصوباهم فقط بالخميرة الطبيعية بدون غلوتن إلا كنتم استعملين الخميرة الصناعية لتكون ضغيات تتخمر لكم الخبز لكي نتاهية التباع بدون غلوتن راح مزيان راح ما تحتاجوش فيها الوقت بزاف باش تتخمروا الخبزات ديالكم فالناس اللي كي يأكلوا الغلوتن كانت مننا فعلا يجربوا هاد الوصفة ديال الخبز بدون غلوتن باش يهرسو شوية الروتين ديالهم ولكن راح يتفعلا المضاق دياله كي يجي رائع بزاف ومميز على الخبز عادة لتناخدوه دائما لتيكون يعني عادموا الفين والمضاق دياله غد ينحط الخبزة ديالي في اللاطا غد ينغطيهم وغنخليهم يخمروا كما قلت لكم محد ساعتين حتى ثلاثة تسوية على الاقل نعطيهم الوقت ديالهم الكافي باش يخمروا من بعد غد ينطيبهم فرن مسخن على درجة حرارة 180 نطيبو الخبز ديالنا مزيان دائما نطيبو الخبز ديالنا مزيان بسواء قدرتوه باي دقيق انتو ما تستهلكوه دايما نطيبو الخبز ديالنا قبل ما ناكلوه هاد الخبزات مين تيطيبو و تيكونوا سخان تيكونوا رطبين مني تيبردو كي قصاحوش شوية ولكن انفو تعودو تبت تخنوهم راه تعودو يرتابو و تيرجعو رطبين بحل لي الله تابو المرة الاولى فاش طيبتوهم هدا هو الفيديو ديال اليوم ديال الخبزات بالدورة كانتمنى انه غادي غادي يفيدكم و غادي نتجربوه ان شاء الله ما تنسوش تديرو لايك و تباك تجيو الفيديو الى عجبكم و تديرو لايك و تخليو لي تعليق هكا باش الفيديوهات يبقى و يظهروا عند ناس وحد اخرين ف هادش علاش نقول لكم ضروري ما تديرو لايك و تديرو تعليق حيث قد ما كانوا بزاف قد ما هاد الفيديو غيبقى يظهر عند ناس وحد اخرين و تكبر القناة ديالنا ان شاء الله خليتكم على خير و تهلا و صحيح تكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة